تجربة صعبة عاشتها الفنانة اللجنانية كريستينا الصواية خلال قضاءها لأجازة سريعة في باريس حرفياً اتكتب لها عمر جديد وبالإضافة للحظات الرعب اللي مرت عليها ساعة طويلة اتعرضت ملكة جمال لبنان السابقة لاعتداء صعبة انساء كريستينا كانت متواجدة في شارع فرعي بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية الوحدها اتفجأت بهجوم شخص مجهول عليها حاول يسرق شانطتها إلا إنها ما استسلمتش ورفضت تسيبها له قومته وقعدت تسرخ وطلبت المساعدة ولما حسب قلق قرر يهرب من المكان لكن بعض ما اعتدى عليها جسدياً بعض المعرة استأجابوا لصرخات كريستينا وطلبوا لها الإصعاف وتبين إصابتها بجروه في الوقت اللي فتحت فيه السلطات الفرنسية تحقيق فوري لتحديد هوية الجاني ملكة جمال لبنان رجعت لبيروت وفي الوقت اللي حاولت فيه إنها تستريح وتستعيد توازنها النفسي من جديد اتسرب خبر الوقعة للإعلام والدنيا تقلبت عليها من صحفيين وفانز وفنانين للإطمئنان عليها وده اللي دفعها لنشستوري تطمن الكل على حالتها وكتبت نفس الموقف ده سبق وتعرضت له كريستينا في بيروت من فترة وقت ما كانت بتوصل مدير أعمالها نادي البيتو يدوب هو نزل من هنا ولقيت شخص ملسم بيحاول يقتحم عربيتها بغرض الثرقة وبشكل لا إرادي صوتت ونادت على نادي اللي ما كانش لسا فتح باب بيتو وطلع يجري على صوتها وبالفعل ضرب الشخص الملسم إلا إنه هرب مع شخص تاني كم سنية على موتوساكل وقتها فقدت الفنانة اللبنانية وعيها للحظات من شهدة الصدمة اللي سببت لها أزمة عصبية لفترة جمال كريستينا فتح لها سكة عروض الأزياء وفي 2001 شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان وفازت باللقب وفي نفس السنة مستلت لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم إلا إن الحظ ما حلفاش في الوقت اللي قدرت تنتزع فيه لقب مريكة الجمال الدولي في 2002 ومن هنا اتسلتت عليها الأضواء بشكل أعلى واختارت احتراف الفن فبارقت بالغنى ومن بعده دخلت عالم التمثيل وكمان قدمت أكتر من برنامج اللقب بين الجماليين اللي حملتهم كريستينا ما كانوش كافيين عشان يقنعوها بجمالها الطبيعي فلاجعت زي مشاهير كتير للفالر والبوتاكس وعمليات النفك والشد اللي غيرت ملامحها تماما ورغم التعليقات المزعجة اللي اتهمتها بتخريب جمالها الطبيعي دفعت الفنانة عن موقفها من التجميل وقالت أنا مع إن الواحد يفضل يحافظ على صورة جمالية معينة خاصة بالنسبة للنجوم والمشاهير ولازم عقرية التجميل تختفي من حياتنا وإذا كان في إيدينا حاجة نعدلها عشان نكون أجمل إيه المشكلة وطبعا بتضرب بانتقادات جرئة إطلالتها زيدة عرض الحائط جمال كريستينا زي ما فتح لها أبواب كتير في المجال الفني والإعلامي شكل لها عب في بعض الأحيان فكتير من المنتجين طلبوا منها أنها تقدم تنازلات غير أخلاقية في مقابل حصولها على أدوار وفرص معينة ووصلت إن منتج غير لبناني ساومها على شرفها وتاجم عليها وحاول تقبلها بالغصب مقابل مشاركتها في عمل فني ضخم إلا إنها كانت بترفض ودل أثر بشكل مباشر على إلة أعمالها درامية قصة حب قوية عشتها كريستينا مع الإعلام اللبناني طوني بارود وصلتهم لأفص الزوجية وأنجبوا طفلين في الوقت اللي كانوا مصدرين فيه للعالم صورة الزوجين العاشقين صدموا الكل بإعلان خبر انفصالهم في 2014 وقتها انتشر كلام كتير عن خيانة الفنانة لجزء الإعلامي مع مدير أعمالها المفاجأة إن كريستينا ما أنكرتش إنها بالفعل وقعت في غرام مدير أعمالها بس شدلت على إن ده ما حصلش غير بعض انفصالها رسميا عنه بحوالي 6 شهورك ووضحت إنه وقف جنبها وسندها فنيا بس اكتشفت بعدين إنه كان حابب يستفيد من اسمها وشهرتها في الوساط وده نفس الموقف اللي تعرضت له مع مدير أعمالها التاني اللي برضو أوهمها بالحب ودخلت في علاقة غرامية معاه واكتشفت بعد فترة إنه ما كانش قد السقة اللي حاطتها فيه